ازايكم عاملين ايه فيديو جديد? هنبدأ سلسلة فيديوهات جديدة وهي سلسلة التجارب. هنبدأ نجرب نعمل حاجات مع بعض فيديو النهاردة. هنعمل اللي هي البازل المتحركة. جابوا كارتونتين قد بعضهم ما مقلوش كام في كام. بس انا عملتهم اتناشر في اتناشر بحيس يكونوا مربعين. وجابوا صورة. وبدأت اللي انا حطها في النص الكارتونة من الكارتونتين. وخدت رسمت حواليها مربع. وبدأت اللي انا اقص المربع دوت. كده بحيس ان هو يبقى اطار. هتشوفوا دلوقتي. اهو بقى عندي مربع واطار. وبدأ اللي هم قسموا المربع دوت اللي يمو ربعات. قسموا المربعات. آآ بس انا مش عارفة هل ليها قاعدة مسلا تبقى حجم المربعات معينة. انا عملتها بالوايم كده كان آآ تلعو معي اتناشر مربع. هو في الفيديو عملهم تسع مربعات. ما عافش ايه الفرق او ايه الفكرة يعني آآ ازاي قسمهم بس انا قسمتهم بالوايم. وجبت المربع ولزقت عليه الصورة او الرسمة اللي احنا حابينها. عملتها كده بمسدس الشامة ولزقتها ازاي ما عاملوا في الفيديو. بالشكل ده. وركنتها على جنب وجبت الكارتونة التانية والاطار اللي انا طلعت منه المربع الصغير اللي حطيت عليه الصورة. هبدأ الزق الاطار دوت على الكارتونة التانية بالشكل ده. كده. ثبتها بمسدس الشام. وبدأت اللي انا ازاينها بالفوم الجليتر. كده. زي لما عملوا. وبعد كده شيلت الزيادات بتاعة الفوم. وزيادات اللي انا شدتها حبيت اللي انا مرميهاش. حبيت اللي انا برضو احطها كازينة كده حطيتها سامبوكسة. وجبت المربع الصغير اللي انا لزقت عليه الصورة وهبدأ اللي انا هقص المربعات اللي انا رقمتها ديت. بحيث تدينا مربعات البازل زي لما عملوا. قصتها كلها. انا كده وبدأت اهو ارتب المربعات جنب بعض. وعشان تبقى بازل متحركة. هما شيلوا آآ مربع. بقى في مربع نوز بحيث ان انتو تقدروا تحركوا المربعات وتبقى بازل متحركة. بس انا لما جيت احرك البازل كان فيه صعوبة شوية في الحركة. مش عارفها لانا مرتي مقسمة الكارتون اللي هي في النص دي اللي انا حطي عليها صورة قسمتها غلط. يعني انا مقسمها عدد مربعات اكتر ما في الفيديو. فممكن تكون المشكلة في دي في خلت البازل في صعوبة شوية في الحركة. ممكن عشان الكارتون خشم فكان في صعوبة آآ في الحركة. يعني الكارتون مش نعمل اللي هو اللي تتحرك جوه بسهولة. فبدأت اللي انا اعيدة تاني من الاول هو اعملها كبازل عادية. يعني لو تضع الطفل خلوه يكونها كبازل عادية جدا اللي هو اللي احنا بنشتريها. وكانت حلوة ونجحة جدا. آآ وما كانش في صعوبة بس. وده كده شكلها انهائي. لو حابيني اجرب تجارب تاني ابعتولي الفيديوهات على آآ رسال صفحة انستجرام. حطولكم في صندوق الوصف. وبعتولي اي حاجة حابيني اجربها ونشوفها هتنجح ولا لأ. قولوا اللي رأي.